كبرتم على الخلق أنا حواريكم بالتكبر الإلهي بالضبط يغشاهم الذل من كل مكان وفي رواية كمان أكتر يضأهم الناس بأقدامهم يا الله طبعا هداء الجزاء من جنس العمل السواب والعقاب من جنس العمل فهو طبعا عمل وأنه ما كانش شايف حد حتى بالنسبة الغلامة اللي بيتكبر عليهم دور مع أنه هو مثلا لو لقي من هو ويعني أكثر منه كبرا ينقلب إلى منافق فورا طبعا طبعا يعني دا يجيب دا ودا يجيب دا ومستعد لهذا النوع من الصفات طبعا فالثواب والعقاب من جنس العمل يعني كما كان متضخم كما تفضلت مستكبر على الناس ها هو اليوم يدوسه الناس بني عالي أظنني دا 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 قبل أن يقزف في النار دا في الحاشف المحشر يعني فضايح وفضايح لا لا حد لها وبعدين برضو يكفي يعني قبل أن نتقل إلى سؤال حضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر طيب في المقابل يا مولانا ما هو جزاء التواضع لله عز وجل؟ نحن سنكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ثم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر العتل اللي هو الجافي الغليز الطبع يعني اللي هو فض في كلامه ويخشاه الناس أو يتجنبه الناس هذا هو الذي هو من أهل النار يعني العتل اللي هو الجافي الفض الغليز والجواز اللي هو اللي هو يعني مختال بجسمه ولحمه وماله وشحمه ويمسي مختالا في مشيته ويحتقر الناس فإذن هؤلاء هم أهل النار نعوذ بالله من النار ومن كل عمل يخرب إلى النار ونسأله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة والرضا يا رب أمين يا رب